اخيرا اشتريت حباية القوة اللي حتديني قدرات خارقة استس... ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه ده? هلو? ايوه يا بخطيطي? ايه اللي انت بعتهولي ده? فور القوة ايه فور القوة ده? انا عايز الحبوب يا حبيبي. ايوه متى انا فاهم انه هو نفس المفعول طبعا يعني بس انا الحباية دي ممكن اخدها في الشارع في وسط اخناقة بتاعه. لكن ايه الفور اجيب ان انا كوباية مية وحطي فيها بتاعه وداوب فيها فور والناس هتستناني. انت عبيت يا بحطيتي ولا ايه? ايوه يا حبيبي عاوز الحباية لو سمحت. عندك ولا ما عندكش? عندك طب ابعتلي. بقول لك ايه? ابعتلي معها كيس جل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد. والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو بروجيكت باور. بروجيكت باور هو فيلم جديد من ناتفليكس بيقوم بطلته اسمين محترمين جدا. اللي هما جيمي فوكس و جوزيف جوردون ليفت. و جوزيف جوردون ليفت بالتحديد من الاسماء اللي انا بحبها جدا ولكنه كان مختفي بقاله اربع سنين. وبيرجع السنة دي بالفيلم ده وبفيلم 7500 اللي كنا رجعناه بالفعل. فاول حاجة كان لازم اسقل هالو. انت كنت فين يا معلم. yeah i had kids. i became a dad. and i was really lucky to get to take congratulations. thank you very much. uh and uh yeah you're you're absolutely right. so after coming back um after a couple years of not acting. i uh the first job i did was 7500 which which like you said also just came out. that movie was this very intense drama. and so after that i wanted to just do something fun. and when i read project power i thought to myself this is gonna be fun. jaimi fox one of my favorites. new orleans running around. this is just gonna be great. and uh so that's what i did. احداث فيلم project power بتدور في new orleans على مدار يوم وليلة. الانباء بتنتشر في شوارع المدينة ان في حبايا جديدة في السوق اللي بياخدها بيكتسب قدرات خارقة. بس فيها مقلب صغير. انك لغاية لما بتاخد الحبايا ما بتبقاش عارف ايه اللي هيحصل. لمدة خمس دقايق ممكن تجي لك فعلا قدرة خارقة محدش متوقعها. بس ممكن برضو الحبايا تموتك. ومع انتشار الحبايا بتظهر موجة قوية من الجريمة. وبيتشكل فريق غير اعتيادي لمواجهتها. فريق بيتكون من فرانك محقق الشرطة. وموزعة مخدرات مراهقة اسمها روبن. ومعهم ارت اللي في البداية كله بيعتقد انه بينافس على التحكم في سوق الحبايا. ولكن بنكتشف من خلال الاحداث انه عنده نوايا اخرى. فيا ترى ايه اللي هيحصل. من بداية الفيلم كان واضح جدا انه بيتبع فلسفة اخراجية مختلفة. فوضوية على المستوى البصري وبتحاول تعكس حقيقة البيئة بتاعت الاحداث. الايقاع سريع. والعلاقات بين الشخصيات بتتبني من خلال احداث الفيلم من غير اي مقدمات. فيه طبيعة موسيقية متفردة بتقترن بكل تسلسل وبتوضح بدايته وانهيته. مقدرش بشكل شخصي اقول اني من المعجبين بالفلسفة دي. ولكني بحترم جدا وجودها والمجهود اللي بتحتاجه. على مستوى القصة ففكرتها منعشة جدا. وفيها حاجات كتيرة جدا بتدفع المشاهد لترقب الكشف عنها. يعني مثلا فيه تشويق كبير بيسبق الكشف عن قدرات الحباية الاول مرة. وخلتني فعلا مستني اشوف هي هتعمل ايه في الشخصيات وحتحولهم ازاي. والمواجهة الاولى مع الحباية حقيقي جمدة جدا. وبتضيف ابعاد جديدة لمفهوم القدرات الخارقة داخل اطار الحدوطة بتاعتنا. اقدر اقول بشكل عام ان الفيلم بيوصل لمنتصف الاحداث بدون اي مشاكل كبيرة. وبانجازات محترمة جدا على المستوى الفني والدرامي. واهم الانجازات الدرامية للفيلم في رأيي هي تشكيلة الشخصيات. اللي ادتنا شخصيتين رئيسيتين في طريقين منفصلين. ولكنهم بكل تأكيد لازم حيتصدمه. والشخصية الاكثر اهمية منهم هم اللي كنين بالزبط في النص. روبن اللي بتجسدها دومينيك فيشبانك. واللي بكل تأكيد اجمد شخصية في الفيلم كله. وفي رأيي الشخصي كمان اجمد تكسيد. بتجمع ما بين البراءة وما بين ذكاء الشوارع. ومعهم قدرات عظيمة في الراپ. ادرت بسهولة جدا انها تكون تناغم وتفاهم مع كل الشخصيات في كل مشهد. وتعالوا كده نسمع رأيي واحد من اللي جسده احد الشخصيات دي. وزاي التناغم والتفاهم دول اتكونوا؟ وزاي التناغم والتفاهم دول اتكونوا؟ سابق كثيرا لنا ظهول استثناء في اتيم عزنا مهمة. بينهم كانوا أبعدhängiga بالتكو goed. Verantwortة من المشهد فه أכול شهرة أما تعرف به جيدا بالتكارstock والأنت من رأييau منها جيدا منتلك. و uda ب際حضر سوى يقصد يقليل這麼 قامل mettre هذه وضع قبل مع Tal MPر. rechargeعق Kerry معنا ما تحدث بأهم. مجموم السق عن كان عن تلك simmer سيد رق وقم؟ مهارد معها لموسيقي العقConه؟ فكل حاجة كانت ماشية كويس جدا لغاية لما وصلنا لنص الفيلم التاني اللي بيتبلور فيه النطاق الكامل للسيناريو واللي بنكتشف فيه ان السيناريو الحقيقة ما كانش عنده الا فكرة كويسة وتشكيلة شخصيات حلوة ده السيناريو الاول لمادسون طوملين في فيلم طويل وعلى فكرة هو مشارك في كتابة السيناريو بتاع الفيلم المرتقب The Batman وكل اللي عندي عشان اقوله على الموضوع ده هو رزق الهبل على المجانين ما تفهمونيش غلط الراجل ده ممكن يطلع من اجمد كتاب السيناريو في التاريخ بس لما نبص على فيلم زي Project Power لازم نسأل نفسنا هو السيناريو بتاعه كان فيه ايه فريد قوي كده فريد لدرجة ان هو يجذب اسمين كبار في عالم التمثيل وقرار بالانتاج ومكان على شبكة زي نتفلكس الفكرة ماشي الفكرة جامدة جدا بس انا بسمع افكار شبه كده من كتاب طموحين طول الوقت ودايما بقول لنفسي ان الفكرة الكويسها مش كفاية عشان تعمل سيناريو كويس ما بالك بقى بفيلم كويس من غير طبقة درامية جذابة ومن غير صراع حقيقي على جانبي الاحداث من غير بناء متماسك لفصول الفيلم وتوازن ما بين المفهوم وطريقة التطبيق وكل ده للأسف مفقود بشكل كبير في النص التاني من الفيلم قطلنا واخدين الفيلم بالطول والعرض الشرير مجرد فكرة فكرة حلوة ومثيرة جدا للاهتمام بس ما بتتخمرش عشان تشكل تهديد حقيقي ومن غير تهديد حقيقي مفيش كتير عشان ننتظره في فصول النهاية تعالوا كده نسمع لأحد ممثلي جانب الشر يمكن نفهم أكتر نعم الماضي فactionنا، أنا ذهبت حم constrained عقابل حقال worked avec planners عن طريقة ستعمل فأنت ق MāFت在きた وIC Aid صدى فالي لم ي سمع ممتعد كان فالتهم وكانت مستعدين على التعريب. لقد مردت خلالي بنا عدده عنها. وبدأتحدث عن الحصول. وبدأتحدث عن الحصول. فقط أراد بأن تسمع المسرطة كافية. أحبت هذا بقليل عبارة تحدث عنه. كيف يمكن أن نهجبه كلمة؟ كيف يمكن أن نهجبه كلمة عنه؟ وبدأتحدث عن هذا الأخصص الذي، الذي يعتقد أنه قد رأيه اسفه. هذا الناس الذي يقصد وفعه وحظهر ومعه يدع هذا الكلام ومعه يفعله believe that you need that product usually those people are very confident so I thought what if underneath he was really scared he was really a coward he was really a guy who's scared of a lot of things and he has to put up that persona and also when he takes the pill he becomes biggie which is the cause of his name and is this strong man so it's all about affirming self-affirmation that he can be this strong guy that he's not so we started with that and then I started to build things that I thought that would be interesting like you know when life coaches they talk to you trying to help you I thought that it would be interesting to bring that quality to to biggie because he's selling a product that could be a mass product for everyone but I thought that if I could make that personal to each person then I would be a better salesman I would be more interesting and he is a representative he's a representative he's a visionary he wants to take the product to the world he's very ambitious in that way so he's almost like a marketing uh you know a marketing yeah with the sales pitch and presentation skills like unique ones as well yeah exactly so I worked on that direction and in that way I didn't I didn't want to fall in the the stereotype of the dealer you know and put the chains and and be that guy and like no no let's try to make him more and also this film is you know it's a high concept action film that has a premise that is very specific I knew how the directors wanted to shoot the film and I thought that was some space I'm sure to agree on this whole thing but everything is linked to the understanding we're doing what's happening that is the important thing the way to the end of the year is the way to the end of the year the way to the end of the year is the way to the end of the year and the end of the year is the way to the end of the year in depth to the end of the year the was the way to the end of the year was the aim of the فصله في زوايا غريبة جابوا واحد من دول وخلوا ينفذ الحركات بتاعته زي ما تكون من تأثير الحباية وضافوا عليه بس روتوش مؤثرات بصرية عشان نبالغ حبة بس خلونا برضو نفتكر ان الموضوع صعب استعراض قدرات خارقة في فيلم سينما موضوع عمره في حياته ما هيكون سهل وما ينفعش نغفل ان حتى وإحنا عندنا تحفظات فضروري نعترف ان وراء مجهود كبير تعالوا كده نتعرف سريعا لا محمود لا تكفيذ لا تكفيذ لا تكفيذ لقد جعل ماثور كل ماثور 9 سوى في الملك مع أحد من المرادات السابق موجود ينام انظر هذا هو شخص ينجل كل هذه لقد 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 لديها ماثور للأطفال لقد 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 لتكتب لقد 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 ماثور because the neck was all wrinkled so i did all that and i walked around with that and i played the character they did little adjustments in the post-production but actually the film has very minimum cgi that's that's the style of the directors they wanted to shoot as much as practical shooting so it's it's you know it's different when you watch it doesn't look like it looks like real and for me was great because i had i got to feel the weight of the the suit the weight of that guy so i could play the part and not like pretend like i have a green you know green clothes and i'm just walking around pretend yeah they're different so i could feel it it helped me to portray the bar شفته صعب ومعقد وفريد بس هل ده بالضرورة يعني انه حلو لو سوينا ما بين المجهود والاجادة يبقى بنظلم ناس كتير قوي الناس اللي اتبعوا مدارس مشابهة ولكن قدروا يقدموا في النهاية منتج افضل من اللي شوفنا في بروشيك باور اللي ساعد الفيلم على الاستمرار في النص التاني هو الحضور بتاع ابطاله وكمان مرة بالاخص دومينيك فيشبانج متفهمونيش غلط جوزيف جوردون ليفت وجيمي فوكس كانوا كويسين جدا في الفيلم والحقيقة ممكن يكون من المفيد ان احنا نتعرف ازاي الممثلين اللي زي دول بيبصوا على الافلام اللي زي ده you know I think I'm doing pretty well I got away with being in two superhero films without ever having to you know wear the tights wear the spandex you know got to be a hero both times as a cop actually so I'm feeling pretty good about that so we shouldn't expect more in the near future I would say oh you never know you know who knows I certainly don't know what the future is لسه بدري علي يا قوي عقبال معرف انتزع اعتراف من ممثل بخصوص مشاريع اللي جاية project power كان فيلم واعد وممتع الى حد كبير في نصه الاول ولكن في النص التاني حتى تجربة مشاهدته بقت صعبة الفيلم مبني على فكرة فريدة ومطيرة جدا للاهتمام ولكن الفكرة مش كفاية ابدا عشان تدينا فيلم حلو حتى وهي مدعومة بمواهب تمثيلية قوية ورؤية محترمة في التنفيذ رؤية بتختار انها تاخد الطريق الصعب وبتبعد عن المؤثرات على امل انها تقدم لنا شيء حقيقي بس للأسف انا كمشاهد حختار شغل المؤثرات البصرية اللي معمول كويس فوق تقنيات التصوير والماكياج اللي مليانة مشاكل تقييمي لفيلم project power هو اربعة ونص من عشرة وده في تقديري الشخصي فصل جديد بيضيف لغموض السؤال اللي محيرني هي نتفليكس بتفكر في ايه بالزبط وهي دي المناقشة بتاعت الحلقة ايه رأيكم في اجندة الافلام بتاعت نتفليكس وهل تعتقدوا انهم ماشيين على خطة حتقضهم في النهاية للنجاح ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وطابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وباي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة